اشتركوا في القناة متعلقة بزيادة عمر البطارية نزول المواصفات بيقال انها لجهاز من شاومي اسمه داخلية شيرون بشاشة 6 انش بدقة 2160 في 1080 بابعات 18 الى 9 ورماد 8 جيجا شركة ريد اللي بتعمل كاميرات سينمائية اعلنت عن موبايل اسمه ريد هايدروجين 1 والموبايل ده موديلر يعني فيه قطع تركبية زي اجهزة موتورولا والالجي جي 5 وفيه شاشة 3D هولوجرافيك من غير نظارة ويمكن تحولها الى 2D وحجمها 5.7 انش ومفيش معلومات عن مواصفات الموبايل ويمكن استخدامه كشاشة ويوزر انترفيس لكاميرات ريد سكارلت ايبك والويبن وفيه منفذ USB Type-C ومدخل سماعات 3.5 مم ومنفذ ذاكرة microSD وسعره 1195 دولار للنسخة المصنوعة من الالمونيوم و1595 دولار للنسخة المصنوعة من التايتنيوم وحيكون متوفر في الربع الاول من 2018 وشغال على اندرويد وبيجي معاها شاحن وسلك USB Type-C وفيه مفاجأة غير معروفة للناس اللي هتحجز الموبايل البدري ويقدر يصور فيديو هولوجرافيك عن طريق قطعة تركيبية ايشع بتقول ان اجهازة البيكسل 2 هيكون فيها ميزة الالويز اون ديس بلاي تم الاعلان عن موبايل نوكيا حينزل السنة دي فيه كاميرتين بعدسات من كارل زايس ايشع بتقول ان النوكيا 9 حينزل باسم نوكيا 8 ومتوقع يجيب شاشة 5.3 انش بحواف رفايعة بدقة كواد اتش دي بكسافة بيكسلات 554 بيكسل لكل انش بمعالج سناب دراجين 835 ورمات 4 او 6 جيجا وزاكرة داخلي 64 جيجا مع منفذ زاكرة مايكرو اس دي و3 كاميرات 13 ميجا بيكسل اتنين في الظهر وواحدة قدام مع قرق بصمة وقرق قزحية العين مع منفذ يو اس بي طيب سي ومقومة الماء والغبار بمعيار اي بي 68 بسعر 700 دولار ومتوقع الاعلان عنه الشهر ده ودي صور بيقال انها للجهاز شركة سامسونج بتتوقع اكبر ارباح لها في التاريخ وانها تعدي ارباح قبل وتصبح اكتر شركة ارباحا في العالم اشعة بتقول ان النسخة الاولد من ايفون 2017 هتكون متوفرة في اربع الوان منهم لون بيلمع زي المراية باللون الاسود او الفضي وفي اشعة تانية بتقول ان الشاحن اللاسلكي هيكون اكسسوارا تشتريها بشكل منفصل وان تفعيل الشاحن اللاسلكي هينزل بعد نزول الايفون زي ما حصل السنة اللي فاتت في ميزة العزل وفي اشعة تالتة بتقول ان النسخة الاولد هيكون اسمها ايفون بلس مع لون جديد واللون ده شبه لون الايفون الاصلي وقرق بصمة في زرار الطاقة والشاحن اللاسلكي هيكون في الصندوق اشعة بتقول ان قبل في 2018 هتنزل تلات اجازة ايفون والتلاتة هيكون فيهم شاشة اولد لو عجبك الفيديو ده اعمل شير ودوز سبسكرايب عشان تشوف فيديوهات زي دي واشوفكم في الفيديو الجاي